بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا فعل عمر بن الخطاب بالهدايا التي بعثت بها زوجة ملك الروم إلى زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب موضوع لطيف جدا نشرته خلال ساعة وأدى أكثر من 120 تعليق من الأخوة على الفيسبوك من الشيعة والسنة ما يسمى بالشيعة ويسمى بالسنة المهم الخبر لطيف والتعليقات ألطف في الحقيقة بعد لأحد الأخوة بالفيسبوك خبرا يقول وقف أمر بن الخطاب أمير المؤمنين يوما على المنبر ممسكا بيده صندوقا وقال أيها الناس إن زوجتي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أرسلت إلى زوجة ملك الروم هراكل يعني هدية عبارة أن تمر وحناء وطيب من الأشياء التي كانت موجودة في المدينة هذه الأيام هدية فردت زوجة ملك الروم عليها بهذه الهدية وفتح أمر الصندوق أمام الحاضرين فإذا هو مملوء بالمجوهرات وسأل أمر الحاضرين هل هذه المجوهرات من حق زوجتي أم تروح بيات المال مثلا فقال الحاضرون نعم يا أمير المؤمنين إنها هدية بهدية ولا يشترط فيها التساوي في القيمة هي قدمت له هدية وذي كم قدمت لها هدية شوفوا يعني أمر مخطاب ما كان يصرف في المال العام ولو في ظن أو شبهة إلا بعد أن يحقق ويسأل الناس المهم وكان في المسجد علي ابن أبي طالب والد أم كلثوم زوجة أمير المؤمنين عمر فوقفه وقال يا أمير المؤمنين إن ظننت أنهم قد نصحوك فقد خدعوك إنما أهديت الهدية لزوجة أمير المؤمنين ولو كانت أمرأة غير زوجة أمير المؤمنين ما أرسلت زوجة ملك الروم إليها بكل هذه المجوهرات فقال عمر وبما تنصحني يا أبا الحسن فقال علي أما أنا فأرى أن تأخذ زوجتك من هذه المجوهرات بما يساوي قيمة ما أهدت به زوجة ملك الروم وباقي المجوهرات يردوا إلى بيت ما للمسلمين فقال عمر لو لا علي لها لك عمر طبعا هاي الكلمة مشهورة عن عمر دائما كان يقولها عندما يقع في مشكلة ويسأل الناس ثم يسأل المام علي ويجيبوا الجواب الأصح فيقول لو لا علي لها لك عمر مشهورة عن عمر الخطاء وأرسل أحد الأخوة الآخرين أيضا قصة مشهورة عن عمر يقول كان عمر ينادي زوجته يا بنت الأكرمين كان يكرمها لم كلثوم يعني ويكرم أهلها في أحد الليالي كان سيدنا عمر بن الخطاب يدور حول المدينة ليتفقد أحوال الرأية فرأى خيمة لم يرها من قبل فأكمل نحوها متسائلا ما خبرها فسمع أنينا يصدر من الخيمة فازداد همه ثم نادى فخرج منها رجل فقال من أنت؟ فقال أنا رجل من إحدى القرى من البادية وقد أصابتنا الحاجة فجئت أنا وأهلي نطلب رفد أمر فقد علمنا أن عمر يرفد ويراعي الرأية فقال أمر وما هذا الأنين؟ قال هذه زوجتي تتوجع من ألم الولادة فقال وهل عندكم من يتولى رعايتها وتوليدها؟ قال لا أنا وهي فقط فقال أمر وهل عندك نفقة لأطعامها؟ قال لا قال أمر انتظر أنا سآتي لك بالنفقة ومن يولدها وذهب سيدنا أمر إلى بيته وكانت فيه زوجته سيدتنا أم كلثوم بنت عن ابن أبي طالب فنادى يا ابنة الأكرمين هل لك خير؟ هل لك في خير ساقه الله لك؟ فقالت أمر ذاك قال هناك مسكينة فقيرة تتألى من الولادة في طرف المدينة فقالت هل تريد أن أتولى بذلك بنفسي؟ فقال كوم يا ابنة الأكرمين وأعدي ما تحتاجه المرأة للولادة وقام هو بأخذ طعام ولوازم الطبخ وحمله على رأسه وذهب ووصل إلى الخيمة ودخلت أم كلثوم لتتولى عملية الولادة وجلس سيدنا عمر مع الرجل خارج الخيمة ليعد لهم الطعام أم كلثوم من الخيمة تنادي يا أمير المؤمنين أخبر الرجل أن الله قد أكرمه بولد وأن زوجته بخير عندما سمع الرجل منها يا أمير المؤمنين تراجع إلى الخيف مندهشا فلم يكن يعلم أن هذا عمر بن الخطاب يعني فعلا جسمي اقشعر حقيقة وأعيوني نمعت فضحك سيدنا عمر وقال له أكترب أكترب نعم أنا عمر بن الخطاب والتي ولزت والتي ولدت زوجتك هي أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب فخر رجل باكي وهو يقول أعلى بيت النبوة يولدون زوجتي وأمير المؤمنين يطبخ لي ولزوجتي فقال عمر خذ هذا وسأعتيك بالنفقة ما بكيت عندنا شكرا